مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو سؤال سؤال مهم جدا بالنسبة لكل المؤمنين بالرب يسوع المسيح هذا السؤال هو كالآتي عن يسوع مجرد نبي أم رب يعبد هل الإيمان المسيحي بدأ بأن يسوع المسيح نبي مثل باقي الأنبياء ومع مرور الوقت تحول الإيمان وتحول يسوع من مجرد نبي إلى رب يعبد أم أن المؤمنون الأوائل من أول ما بدأت المسيحية وبدأ المنادات بالمسيح رب وهذا الرب له الخضوع والعبادة وله السلطان والمجد والإكرام عش كده لو حطينا الموضوع على بعضه هنقول مجرد نبي أم رب يعبد يسوع المسيح بعيون مسيحي القرن الأول ولما أتكلم عن القرن الأول أنا أتكلم على الكنيسة الأولى أتكلم على نشأة الكنيسة اللي بدأت يوم الخمسين أتكلم على سنة تلاتة وتلاتين ميلادية أتكلم على سنة أربعين وخمسين وستين وسبعين وتمانين ميلادية لما كان التلاميذ الأوائل كلهم عايشين ولما كان البشارة بالإنجيل بتخرج من اليهودية إلى السامرة إلى أقس الأرض عش كده في هذه الحلقة هنجاوب على أسئلة مهمة جدا يسوع المسيح بعيون مسيحي القرن الأول لا أحد لا أحد يستطيع أن ينكر عندما يقرأ العهد الجديد أن يسوع المسيح هو ليس مجرد إنسان لا أحد ينكر أن يسوع المسيح من أول بداية الكنيسة كان رب يعبد هو المسيح هو يسوع المسيح الذي تحدثت عنه نبوات العهد القديم والذي انتظر شعب الرب لكيما يأتي كمخلص ويسوع المسيح هذا هو أعلى من كونه إنسان هو كلمة الله المتجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا هذه الحقيقة زي ما قلت لا يستطيع أحد أن ينكرها لكن هناك إدعاء كاذب هناك إدعاء غير حقيقي هذا الإدعاء الكاذب يبنى على أكثر من نقطة أول حاجة أن المسيحيون الأوائل لم ينظروا ليسوع على أنه الرب الذي يستحق العبادة أنا معرفش إجابوها منين بصراحة معرفش هذا الإدعاء جه منين يعني هل هما بيقروا إنجيل وبيقروا عهد جديد غير اللي إحنا بنقرأه يقولولنا هل لما الواحد بيقرأ العهد الجديد وكلنا متفقين حتى النقاد حتى النقاد للعهد الجديد متفقين على أن العهد الجديد كتب في القرن الأول حتى النقاد لما بيقرأ الكتاب المؤدس الخلاصة اللي بتطلع بيها أن يسوع هو رب يعبد لكن الإدعاء يقولك لا 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 المسيحيين الأوائل لم ينظروا ليسوع على أنه الرب الذي يستحق العبادة ده الإدعاء والإدعاء ده بيكمل عاملين زي كرة التلج كده لما ترميها تقعد تكبر 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 طول ما هي يعني بتتحرك قالك عبادة يسوع المسيح تمت بقرار من مجمع نيقية سنة 325 أنا بصراحة لما الواحد بيقرأ عبارات زي كده أنا بسأل سؤال هم جابوها منين دي إزاي يعني هل هما أروا العهد جديد هل هما أروا كتابات الآباء قبل مجمع نيقية آباء الكنيسة الأولى هل أروا كتابات بوليكاربوس أوريجانوس كلمندوس الآباء الآباء اللي كانوا عايشين قبل مجمع نيقية قبل مجمع نيقية ده مجمع نيقية ناقش حاجة واحدة بس ناقش هرتقة عكس ما كانت الكنيسة تؤمن به هذه الارتقة تقول أن يسوع المسيح آه هو أول من خلق لكنه ليس هو الرب هو أقل ساب أردنيت من الله الآباء يعني الكنيسة تؤمن أن يسوع مساوي للآب ولما جاء أريوس ونادى بهذه التعليم الكنيسة أكدت هذه التعليم في قرار مجمع نيقية لكن يقول لك يسوع المسيح صار رب يعبد بقرار من مجمع نيقية حاجة التالتة قال لك المسيحيون الأوائل آمنوا بيسوع النبي بجاد ده يعني على أي أساس لكن مع وصول الكرازة للأمم تأثر المؤمنين بالعبادة الوثنية وجعلوا يسوع إله يعني لما الكنيسة خرجت بالكرازة بيسوع المسيح طبعا في اليهودية كانوا يعني مش قادرين يعملوا أي حاجة غير أنه ينادوا بيسوع النبي لكن لما خرجت بقى للمجتمع الوثني راحت إلى روما وراحت إلى أثينا وراحت إلى أسيا الصغرى وصلت إلى المدن المليانة بالهياكل الوثنية وراحت أن الأمم الوثنيين يجعلون من أشخاص آلهة ويجعلون من الإمبراطور آلهة وأنه علامة الإكرام لشخص ما أنك تحوله من إنسان إلى إله فالكنيسة قالت لك احنا نعمل زيهم نعمل زيهم نعمل إيه زيهم نحول يسوع من نبي إلى إله يعبد يعني عارفين العبارة اللي بتقول العقل زينا العقل زينا فعلا يعني الإنسان لو يفكر ويدرس اللي بيقوله ويفكر فيما يعني يقول قبل أن يقوله ما كانش يوصل اللي وصله لكن للأسف هناك يعني كل الأمة الإسلامية يرددون هذه الأكاذيب كل الأمة الإسلامية بلا السسناء مع أن الحقيقة واضحة كالشمس الحقيقة واضحة كالشمس أنا هاوري لحضراتكم فيديو فيديو يعني في هذه الحقيقة بيعترب بهذه الحقيقة أن فعلا العهد الجديد في يسوع هو ابن الله المسيح لكن المسلم عندما يفشل يفشل في أنه يطعن في لهوت المسيح فعلشان يطعن في لهوت المسيح يعمل ليه يطعن في الكتار معدس يعني هو يقولك الكتار معدس فعلا بيقول كده بس الكتار معدس محرف يعني على طول فنشوف الفيديو اللي معنا وأرجع أعلق عليه لا شك ولا ريب أن العهد الجديد علم بهذه العقيدة عقيدة أن يسوع هو المسيح ابن الله والتشكيك في مصدقية هذه العقيدة يكون عن طريق التشكيك خليني عافينا لا شك لا شك أن الكتاب المقدس علم بهذه الحقيقة طيب إزاي بقى أنت يا شيخ يا مسلم رافض هذه العقيدة يقولك أنا رافضها مش لأن الكتاب المقدس علم بيها لا لا أنا برفضها لأن الكتاب المقدس أنا مؤمن إنه محرف كمل مع بعض في مصدقية هذه العقيدة يكون عن طريق التشكيك في مصدقية وموثقية الكتاب المقدس عرفتوا ليه دايما بيتعانوا في الكتاب المقدس عرفتوا ليه المنطلق اللي على أساسه التعن فيه مصدقية كمقدس لأنه رافض هذه العقيدة مش لأنه الكتاب المقدس ما بيعلمش عنها لا 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 هو رافضها هو هذه العقيدة لا تتماشى مع عقدته فبدل ما هو يشك في عقدته كويس ويشك في مصدقية عقدته لا 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 يشك فيه الكتاب المقدس علشان هو رافض العقيدة المسيحية علشان هو رافض العقيدة مش لأن الكتاب المقدس فيه أخطاء ولا لأن الكتاب المقدس محرف ولا لأن الكتاب المقدس يعني كتبوه الكتاب العالمي لا لا هو أساسا من المنطلق مش عايز العقيدة دي مش عايز العقيدة دي فلما الكتاب المؤدس يعلم عنها يقول لك لا أصل الكتاب المؤدس ما نقدرش ناصق فيه كمل وجود بعض النصوص المحرفة في العهد الجديد والتي تقول بهذه العقيدة تقول بأن يسوع هو المسيح ابن الله إلا أن هناك عشرات النصوص في العهد الجديد نصوص غير محرفة تعلم بنفس العقيدة وأنا شخصيا أجد أنه من الصعب جدا أن نقول أن هذه العقيدة دخلت نصوص العهد الجديد عن طريق التحريف بل أنني أقول أن هذه العقيدة كانت عقيدة كتبت الأناجيل وكتبت العهد الجديد أفهنا هو ماشي كويس قوي بس لقي نفسه في هيقع في دحديرة كويس في حفرة فهيخرج منها بطريقة ذكية جدا شوفوا الطريقة لا يخرج منها من هذه النقطة أيو كتبت الأناجيل وكتبت العهد الجديد وهم كلهم تقريبا من أتباع بوليس وبوليس من أوائل الذين نشروا هذه العقيدة إن لم يكن هو أصل هذه العقيدة أوكي يعني بوليس هو المشكلة الكتاب الأناجيل وتلميذ المسيح كتبوا عن هذه العقيدة يعني بوتروس كتب عنها يحنى كتب عنها ماتة كتب عنها لوأة كتب عنها كتبوا عنها بس كتاب الأناجيل كتاب الأناجيل كتب عنها كانوا تلميذ بوليس فبوليس هو اللي اخترع هذه العقيدة وتلاميذ المسيح بما فيهم يحنى وبوتروس وماتة بما فيهم هؤلاء العمالقة اللي بدأوا الكنيسة بعمل الروح القدس هؤلاء تأثروا بفكر بوليس ونادوا بما ينادي به بوليس وخضعوا أفكارهم لأفكار بوليس فبوليس هو المشكلة هو مخترع هذه العقيدة فين ودناك يا جوحة بيحاول جيبها من الناحة التانية يعني أولا هو هو قبل أنه العهد الجديد بيتكلم عنها وقبل أنه هذه العقيدة عقيدة مسيحية منذ نشأة الكنيسة وقبل أنه كتبت الأنجيل وكتبت العهد الجديد يتكلموا عنها بس هما كلموا عنها لأنه هما تأثروا ببوليس الذي أنشأ هذه العقيدة بس يعني طيب نكمل مع بعض نكمل مع بعض كلامنا فإيه بقى هو إيمان المسيحيين الأوائل إيمان مسيحي القرن الأول إيه هو إيمانهم في المسيح وكيف يمكننا أن نثبت أن إيمانهم في المسيح أن إيمانهم في المسيح أن المسيح هو رب وأن المسيح يعبد وله يقدم المجد والإكرام والعبادة والسجود إيه هي البرهين اللي لما بنقرأ العهد الجديد نقدر نقول برهان واحد برهان اثنين برهان ثلاثة برهان أربعة هذه البرهين بتؤكد على أن يسوع في عيون مؤمني أو مسيحي القرن الأول وتلميذ المسيح كان رب يعبد وليس تأليه المسيح زي ما يدعو أتى بقرار من مجمع نقية بعد 325 أحط بعض البرهين سبعة برهين يعني أتمنى أن يكون عندنا الوقت نتكلم عنها شوية باستفادة أول برهان المسيح له كتبت ترانيم وتسبيح إيه ده العهد الجديد مليان بعبارات تسبيح بفقرات يطلق عليها أنها ترانيم قدمت للمسيح كانت الكنيسة الأولى ترنم هذه الترانيم وكتبت العهد الجديد أخذوا هذه الترانيم ودخلوها في كتباتهم فهي سننا نتكلم عنها بالتفصيل فلمن لمن تكتب الترانيم والتسبيح يعني العهد الأديم وطبعا نحن عارفين أنه كتبت الأنجيل يهود وأنه تلميذ المسيح كلهم يهود معروف جدا أن التسبيح يقدم للرب أن الترانيم يقدم للرب أرنم للرب ما دمت موجودا ده الترانيم فكيف ليسوع المسيح أن تكتب له ومن أجله ومتحن في شخصه وعمله ترانيم وتسبيح أكتر شخصية في كل التاريخ البشري كتبت من أجله ترانيم هو يسوع المسيح أكلم عنها شوية بالتفصيل بس أنا حط النقطة البرهان الأول قدام حضرت برهان الثاني وأكلم عن هذه البراهين زي ما قلت بالتفصيل البرهان الثاني الصلاة به ومن خلاله وله شخصيا الصلاة كنيسة كانت عندما تصلي تصلي باسم يسوع المسيح وفي مرات كثيرة كانت الصلاة ترفع ليسوع المسيح لك ينبغي يعني يسامع الصلاة زي مولي المزمور إليك فالله وحده هو الذي ينبغي أن ترفع له صلواتنا لكن كيف كنيسة الأولى أنه تقدم صلوات للمسيح تقدم صلوات للمسيح البرهان الثالث أن المؤمنين الأوائل المسيحي القرن الأول كانوا يدعونا باسم يسوع المسيح يعني وهكلم عن معناها زي أنه هذه المعنى هي الثقة والابتكال والرجاء المؤسس على شخص يسوع المسيح إن لم يكن يسوع المسيح هو رب يعبد فهذه الأمور تعتبر كلها تجديف إن كانت الكنيسة بتعمل كده مع يسوع المسيح ويسوع المسيح ليس رب يعبد فأكيد الكنيسة الأولى لو حبينا نحن نقول يعني يبقى الكنيسة الأولى كان بتجدف لكن لأن يسوع المسيح هو فعلا رب يعبد فهذه الأمور ليست تجديف بل براهين على إدراك الكنيسة الأولى ومؤمني ومسيحي القرن الأول بأن يسوع المسيح هو رب كمل مع بعض استخدام اسم يسوع في المعمودية يعتمدون على اسم يسوع المسيح إزاي إنه خلاص الإنسان معتمد ومؤسس على يسوع المسيح اللي اعتراب بأن يسوع رب كنيسة الأولى كانت تقول كده وكان المؤمنين الأوائل يعترفون بألسنتهم ويؤمنون بقلوبهم أن يسوع المسيح هو رب ورب ليس معناها سيد لورد يعني أو من له الاحترام لا لا يعني يعني أدوناي يعني ترجمة الكلمة العبرية يهو هو رب كمان العشاء الرباني إشارة إلى يسوع المسيح وإلى عمل يسوع المسيح وإزاي كنيسة كانت في هذا العشاء بتعترف مش بس أن يسوع المسيح مات من أجل خطيانا وأنه صلب لكن أيضا هذا إعلان عن يسوع المسيح كلمة الله المتجسد الكلمة التي صار جسدا آخر حاجة التنبؤ باسم يسوع أن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى كانوا يتنبؤون باسم الرب يسوع نعرف أن النبي كان يأتي باسم الرب وكان يعلن نبوته باسم الرب في العهد القديم فكيف لمؤمنين الكنيسة الأولى أن يتنبؤوا باسم يسوع المسيح ده مجمل البرهين كويس؟ همشي معاكم واحدة واحدة نمشي الأولين ترانيم وتسبيح كتبت له والمجدو في أكتر من كتاب حلوة يعني بينقش هذا الموضوع اللي حابب أنه يدرسه بأكتر استفادة أنا أرشح منه كتاب واحد اللي هو The New Testament Crystological Him أو ترانيم تسبيح المسيح في العهد الجديد وده كان كتاب لي ماثيو جوردلي كويس ممكن تلقوه حتى على الأمازون فهو في في تلخيصه لخص لنا أتمنى أنه أنا عارف الخط شوية حبيت أحطهم كلهم في One Slides قدام حضراتكم بس يعني هو لخص لنا الترانيم اللي ارتبطت بالمسيح في العهد الجديد ترانيم ارتبطت بالكريستولوجي لهوت المسيح طبيعة شخصه مين هو كويس وترانيم ده أول ترانيم كويس ده أول أول تصنيف لها وترانيم كمان اعترافية في ترانيم زي قوانين الإيمان اتقالت زي قوانين الإيمان لما كانت كنيسة بترددها كانها بتقول قانون إيمان في ترانيم كمان ارتبطت بالطقس sacramental kind of hymns كويس سواء المعمودية العشاء الرباني التقوس اللي هي الفرائد الكنسية وفي ترانيم تأملية يعني meditative hymns ترانيم تتأمل فيها في شخص مسيح في محبته في يعني محبته عنايته إلى آخر لو خدنا مع بعض الترانيم بعض الترانيم من الترانيم اللي بنسميها الترانيم المرتبطة بالكريستولوجيكال hymns كريستولوجيكال hymns أو الترانيم المرتبطة بلهوت المسيح بشخصه بطبيعته بمين هو هنجد منها كثير جدا في العهد الجديد ناخد مثلا أول جزء وده البعض بيحط يحن الأولى من واحد إلى 18 كاترني ما كانت رديدها الكنيسة كويس والبعض بيحط يحن الأولى يحن الأصحاح واحد من 14 إلى 18 لكن خلينا أخذ الجزء والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملو نعمة وحق يحن شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعد صار قدامه لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة لأن النموذ بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار الله لم يره أحد قت الابن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر ده ده جزء كانت كنيسة ترديد ده إيمان كنيسة إيمان مؤسس على مين هو يسوع المسيح أن يسوع المسيح هو الكلمة كلمة الله اللي قال عنها في أصحح واحد وعدد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان وبعدين جيف عدد 14 قال لي والكلمة صار جسدا إيمان الكنيسة الأولى بطبيعة المسيح إيمان الكنيسة الأولى بالتجسد الإلهي إيمان الكنيسة الأولى بأن إزاي يسوع المسيح هو خبر هو إعلان الله الآب هو كمال إعلان الله الآب للبشر الله لم يره أحد قت الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر ده جزء مهم جدا إحنا نتكلم طبعا يجي واحد يقول لي أصله إنجيل يوحنى كتب في بداية القرن الثاني أو نهاية القرن الثاني أقول لي حضرتك أنت لازم تراجع معلوماتك لأن اللي أنت بتقوله ده غلط اللي أنت بتقوله مش حقيقي لأن البردية اللي هي تعتبر أقدم بردية أو قصاصة لإنجيل يوحنى هذه القصاصة علماء النقد النص الكتابي بيحطوها أنها كتبت في بداية القرن الأول ووجدت في الأسكندرية وإنجيل يوحنى كتب في أفاسوس يعني أكيد إنجيل يوحنى كتب بفترة طويلة قبل ما يصنع أو يأخذ نسخة من إنجيل يوحنى يعني فطبعا المسلم مش عايز أو زي ما شفنا الشيو مش عايزين يقتنعوا بهذا الحق فعشان الحق واضح يتعن إيه يتعن في مزاقية الكتير المعندس شاهد آخر فيليبي فيليبي اتنين كلنا عارفين هذا الجزء اللي بنسميه داكينوسوس أو التخلي إنه أخلى نفسه الجزء مرتبط ب إخلاء المسيح ولما نقول إخلاء المسيح ليس معناها أن المسيح أخلى طبيعته الإلهية عندما تجسد حاشا لكن المسيح عندما أتى إلينا أخلى نفسه بمعنى أنه مع وجود كل الطبيعة الإلهية في شخصه إلا أنه ارتضى أن يضع نفسه من أجل فدائنا ولم يستخدم هذا المجد وهذا الصفات الإلهية لأغراضه لكنه أخلى نفسه أخلى نفسه يقول كده بولس الرسول في فليب 2 وعدد 5 إلى 11 الذي إسكان في صورة الله وإحنا خدنا الجزء دا قبل كده درسنا جزء جزء يعني في إحدى الحلقات الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أخذ سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وعطاه إسما فوق كل إسم لكي تكثو بإسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب كل لسان هيعترف أن يسوع المسيح هو رب حتى لسان الإخوة المسلمين سواء إيمانا بالمسيح أو خوفا من الله هيجي وقت هيجي وقت حتى الأشرار هيعترف بأن يسوع المسيح هو رب هيجي وقت تكثو له كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض والركبة التي تزجد ليسوع الآن عبادة وطاعة ومحبة وإيمانا يرختها أما الركبة التي لا تريد أن تنحني اليسوع الآن سوف تنحني أمامه كديان تنحني أمامه كديان لكل الأرض كملك لكل الأرض عندما يأتي بمجده الأشرار سيقولون للجبال سكوتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش هذا هو يسوع دي كان الترانيم بترانيمها كنيسة تسبيح بتقدمها لكن بتقدم الإيمان المسيحي كان مصاغ مصاغ في عبارات إيمانية حقيقية تعلن لنا من هو يسوع المسيح بيس تاني شوف تاني في تيموس الأولى أصحاح ثلاثة وعدد ستاشر يقول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراء لملائكة كرز به بين الأمم أمن به في العالم رفع في المجد أيضا تعبير آخر ترنيمة أخرى ترنيمة أخرى من الترنيم العبارات التسبحية التمجدية التي كانت ترددها الكنيسة بإيمان عن يسوع المسيح وقلولي في تاريخ المسيحي أو تاريخ اليهودي كله لو درسنا العهد الأديم نعرف أنه أي يهودي طاقي لا يمكن أبدا أنه يسبح إلا يهوى إقروا سفر المزامية مثلا إقروا التسبيح حتى بعد الخروج ترنيمة مريم ترنيمة موسى ترنيم داود وتسبيح داود أساف وكل هذه التسبيح والترنيم اللي رفعها قديسي العهد القديم كانت ترفع ليهوى للرب وبعد ينتيج الكنيسة ترفع التسبيح لمين ليسوع إن لم يكن يسوع هو رب فلا يمكن أبدا أن ترفع له التسبيح والترنيم لأنه رب الكنيسة أدركت أن يسوع المسيح هو رب له نرنم وله نسبح وله نسجد وله نعلن تسبحنا وترنمنا وإيماننا في شخص يسوع المسيح من خلال ترنيم وتسبيح طبعاً من الفاني الأيام دي الإخوة المسلمين بيحاولوا أنه يعني التواشيح اللي بيرفعوها عن لمحمد اللي تتكلم عن صفاته وتتكلم عن أعماله طبعاً It's funny لكن عبارة أخرى نص آخر جميل جداً نص ده موجود في كلوسي أصحح واحد وبيقدم لينا بيقدم لينا جمال شخص يسوع المسيح مين هو شخص يسوع المسيح شوفوا شوفوا عمق هذه الكلمات هذه الكلمات خليني هنا أقول جزء مهم جداً ترانيم لازم تحتوي على لهوت لازم تحتوي على عمق كتابي لازم يكون محورها وموضوعها هو عمل يسوع وشخص يسوع للأسف في الأيام دي بس مع ترانيم ما لهاش علاقة بالمسيح أغاني من برا كأنها أغنية حلوة كويس المهم اللحن والمهم الناس تتمايل مع اللحن يعني ويبقى كويس لا 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 كنيسة الأولى كان الترانيم بتاعتها كانت في عمق كلماتها في عمق كلماتها واش كده لما نيجي للنص زي دا ونقول الذي هو سورة الله بكلم عن مين بكلم عن يسوع المسيح الذي هو سورة الله غير المنظور دا عقيدة دا إيمان دا 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 سهم خلينا أقول دا دا سهم بكر كل خليقة فأنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء لأن فيه سر أن يحل كل المل وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات إيه ده إيه إيه الجمال ده العمق ده تخيلوا يعني وده على فكرة بيعكس لينا سر قوة الكنيسة الأولى الترانين دي بتعكس لينا سر قوة الكنيسة الأولى أنها كانت كنيسة مصلية كنيسة فاهمة ومدركة من هو يسوع المسيح كنيسة عندما تسبح تسبح العقيدة المسيحية تسبح وتعلن إيمانها في يسوع المسيح ده ده عمق ياريت إحنا هذه الأيام ودي كلمة بوجهها لللي بيكتبوا ترانين في بلدنا العربية باللغة العربية لللي بيلحنوا ترانين للمرنمين نفسهم ياريت نهتم بالإيمان المسيحي وعمق الإيمان المسيحي ونقدمه في ترانين ياريت نقلل شوية من أنا تعبان أنا مريد أنا مش عارف إي أنا كذا أنا كذا وترانين كلها تبقى عبارة عن أنا 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 عايزين نحول نحول ترانين من أنا لهو عايزين يبقى التركيز هو على التركيز على يسوع المسيح على مجده على شخصه على طبيعته على عمله الفدائي على الصليب على القيامة طيب ترانين 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 هذا في بطرس الأولى أصحح واحد وعدد 18 على فكرة رسالة بطرس مليانة ترانين مليانة يعني بنسميها كريستولوجيكال هيمز مليانة ترانين متعلقة بلهوة المسيح شوف مثلا في أصحح واحد يقولين عالمين أنكم مفتديتم لا بأشياء تفنع بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وعطاه مجدا حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما فالله الجزء الجزء شوفوا الجمال اللي فيه وشوفوا العمق اللي فيه ترنيمة كان بتكلم عن الفداء وبتكلم عن الثمن الذي دفع من أجل فدائنا ليس فد ولا ذهب وبتكلم عن إن إحنا فدينا من إيه فتدينا من إيه وبيكلم عن طبيع الدم يسوع المسيح وبيكلم عن مين هو يسوع المسيح وبيكلم عن يسوع المسيح قبل تأسيس العالم وبيكلم عن ظهور يسوع المسيح في الأزمن الأخيرة الذي أظهر في الأزمن الأخيرة يعني تجسد ودخل إلى علمنا يسوع المسيح الذي نؤمن به الذي قام من بين الأموات الذي هو جالس عن يمين الاب الذي هو موضوع ايماننا وموضوع رجعنا تخيل انا لو مهموم انا لو مهموم ولو تعبان ولو العالم حتى تحني واجي احضر كنيسة واسمع ترنيمة زي دي قلبي وعنيها يروحوا فين يروح ليسوع اشوفوا على طبيعته اشوفوا على مجده ترنيمة اخرى عبرانين واحد ثلاثة الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته كلام عن طبيعة المسيح الله بعدما كلم الاباء قديما بالانبياء وبانواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته في كتير زي ما قلت فيه نصوص كثيرة في العهد الجديد فيه نصوص كثيرة جدا في العهد الجديد حتى حتى لو رحنا الى الى كورنسوس الاولى 13 اللي هو بتكلم عن المحبة ده انعكاز ده تأمل في محبة المسيح ده ترنيمة كنيسة بترنيمها تأمل في محبة المسيح وما صنع يسوع المسيح من اجلنا وازاي احنا كمؤمنين عندما نتأمل في طبيعة المسيح وفي محبة المسيح ينبغي ان تعكس حياتنا هذه المحبة وهذه الرحمة ايضا مع الاخرين كتير من النصوص يعني الواحد ممكن يعمل حلقة او اثنين بس عن الابارات التي يعتقد العلماء العهد الجديد انها كانت ترنيم ترددها الكنيسة طيب نقل الى الى جزء اخر انا انا ما حطيتش كل الترنيم على فكرة انا بس عملت خدت كم نص كده من هذه الترنيم عشان اوريكم انه زاي مسيحية القرن الاول كانوا ينظرون ليسوع الرب ولان يسوع رب فله تقدم ترنيم وتسبيح ده مهم جدا ده برهان ده برهان على ان يسوع من بداية الايمان المسيحي هو رب يعبد الكلمة المتجسد طيب اجي الى جزء تاني مهم الصلاة الصلاة في سواء في الاسلام او في اليهودية وفي المسيحية الصلاة هي الشركة مع الله وجزء من هذه الشركة كويس ان الانسان يرفع تلباطه واحتياجاته الصلاة ليست بس رفعة تلباط واحتياجاته يعني اي حد فينا درس تلمزة يعرف ان الصلاة جزء منها انك تحط تلباطك لكنه هي شكر هي تمجيد هي شركة الى اخر التعريف الكثيرة للصلاة لكن هاخد الجزء اللي هو يعني قالته حنة لما عالي الكاهن كانت بتصلي وكان بس شفتيها هي اللي بيتحركوا لكنهم السامع هي بتقول ايه فقالت له انه انه يعني انا مرت النفس واسكب نفسي امام الرب فالصلاة هي ان الانسان يسكب نفسه دم رب كنيسة الاولى كانت ترفع الصلاة باسم يسوع المسيح لانه ده اللي علمه لنا يسوع المسيح ده اللي علمه لنا انه مهما طلبتم باسمي فذلك افعله فالصلاة في التعريف المسيحي هي الصلاة هي ترفع للآب في اسم يسوع من خلال الروح القدس ده تعريف الصلاة لكن لما نقرأ في العهد جديد يقول لنا كده بولس الرسول في كورنثوس الاولى 11 وعدد 2 الى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قدسين مع جميع الذين يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولونا يدعونا يعني يقدمون الدعاء يقدمون الصلوات باسم ربنا يسوع المسيح كنيسة الاولى ادركت انه ما فيش صلاة هتسمع الا باسم الرب يسوع ولان الرب يسوع ايضا من النحية اللهوتية هو مساوي للآب في الجوهر كويس كنيسة الاولى في بعض المواقف كانت الصلاة بترفع للمسيح يعني البعض بيقول مثلا هذا سؤال هل من هل منفع ان احنا نصلي ليسوع نصلي الروح القدس كويس ام ان الصلاة هي ترفع للآب باسم يسوع المسيح من خلال عمل الروح القدس انا عندي اجابة بحطها ببساطة كويس من الناحية الكتابية يعني النموذج الكتابي اللي علمه لنا الكتاب المؤدس ان الصلاة ترفع الآب باسم الابن وبعمل الروح القدس ده النموذج اللي هو الكتاب بيحثين عليه ده من الناحية الكتابية من الناحية اللاهوتية لانه الله واحد كويس مثالث الاقانيم ولانه الجوهر جوهر واحد فممكن تلجد في العهد الجديد انه صلاة ترفع للابن او صلاة ترفع للروح القدس في نفس الوقت ليس هذا يعني خطية لكن من الناحية الكتابية اللي بيعلمنا عنها الكتاب انه نرفع صلاةنا للآب باسم المسيح وبعمل الروح القدس لكن تعالوا نشوف هنا مثلا بوليس الرسول لما كان عنده شوكة وكان صلى الى الرب ثلاث مرات بوليس صلى الى الرب ثلاث مرات ان تفارقوا هذه الشوكة فقال لي هنا من الرب يسوع المسيح من جهة هذا تدرعت الى الرب من جهة هذا انا صليت ليسوع المسيح من جهة هذا انا صرخت ليسوع المسيح ثلاث مرات ان يفارقني فقال لي من اللي قاله هنا يسوع المسيح فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فبوليس هنا تدرع الى يسوع المسيح ثلاث مرات في بخصوص هذه الطلبة بيس حاجة تاني لما نقرأ في سفر اعمال الرسل وفي اصحاح سبعة عندما وقف استفانوس وقدم وعزته الشهيرة واتكلم عن يسوع المسيح واتكلم عن اعلان الله من العهد الاديم الى ان اكتمل في يسوع المسيح و الكل الذين كانوا يسمعونه امتلأوا غيظا كويس وقرروا انهم يرجمون يقولنا الكتاب فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روح يبقى هنا هو صلى لمين صلى للرب يسوع كيف كيف له ان يصلي ليسوع المسيح ويسوع المسيح زي ما انتم بتقولوا لم يكن ربا في الكنيسة الاولى كيف ازاي يعني ازاي هو صلى ليسوع المسيح لانه ايمان الكنيسة الاولى ايمان المؤمنين الاوائل ايمان مسيحي القرن الاول كان مؤسس على ان يسوع المسيح هو رب مش كده صلى وعلى فكرة لما هو بيصلي هو بيعلن اكتر من حقيقة او الحقيقة بيعلنها ان يسوع موجود ما عشان يصليله لازم يبقى موجود لازم يبقى حي ثاني حاجة بيصلي لانه يسوع المسيح بيسمع الصلاة بيسمع الصلاة احبا احنا بنتكلم هنا يعني في بداية الكنيسة الاولى ده بعد كام سنة من قيامة المسيح ويس ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه القطية وإس قال هذا رقدا يعني صلى ليسوع المسيح ان يقبل روحه وصلى ليسوع المسيح لكي لا يقم للذين يرجمونه هذه القطية اعلان صريح بلهوت المسيح اعلان حقيقي ان يسوع المسيح هو رب اعلان حقيقي ان يسوع المسيح موجود في كل مكان يسمع الصلاة وها انا معكم كل الايام ويلا انقضاء اعلان حقيقي ان يسوع المسيح رب له نرفع صلواتنا حاجة اخرى صف الرؤية بينتهي كمان بصلاة المؤمنين مؤمنين كلهم بيصلوا الكنيسة كلها بتصلي يقول الشاهد بهذا نعم انا اتي سريعا امين تعالى ايها الرب يسوع دي كانت صلاة الكنيسة الاولى امين تعالى ايها الرب يسوع نحن ننتظر مجيئك التاني امين تعالى ايها رب يسوع ومازالت الكنيسة تردد هذه الترانيم وهذا الايمان الى يومنا هذا ومازلنا نحن كمؤمنين بالمسيح يسوع بعد اكتر من الفين سنة نقول هذه الكلمات امين تعالى ايها الرب يسوع صلاة الكنيسة الاولى صلاة مسيحي القرن الاول صلاة جماعة المؤمنين الاوائل قبل مجمع نقية بمئات السنين كانوا يصلون ليسوع المسيح وده برهان زي ما قلت انه البرهان الاول ان يسوع المسيح كتبت له ورنمت الكنيسة لمجده وتحدثت الكنيسة وكتب الترانيم عن عمله الفدائي وعن شخصه لكن كمان برهان اخر هو ان يسوع المسيح كان ترفع له الصلوات وباسمه وله ايضا كانت ترفع الصلوات ويجي واحد يعني ما اراش حاجة يقولك المسيح صار الها بقرار مجمع نقية يعني طيب المسيح ايضا قال لتلاميزه هذه الكلمات رب يسوع لكل المجد قال ومهما سألتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب الاب ان سألتم شيئا باسمي فاني افعله ده بيقول لي تلاميزه قبل ما يمشي ومهما سألتم باسمي وده ده برهان على ان يسوع قاع هيقوم من بين الاموات وحي الى ابدا الابدين هو عارف مين هو هو عارف مين هو طيب اتنقل الى النقطة التالتة اتمنى انا طبعا مش هقدر اخلص السابع نقطة النهاردة لكن ممكن نكمل النقطة دي في حلقة اخرى لكن نقطة التالتة او البرهان التالت انا كل اللي انا اعايز اقوله عشان اللي يمكن بيتفرج داخل يتفرج دلوقتي احنا بنتكلم عن يسوع المسيح نبي ام رب يعبد ويسوع المسيح بعيون مسيحي القرن الاول كيف رأوه المؤمنين الاوائل قبل مجمع نقية قبل حتى يعني ايريناوس واريجانوس وإكليماندوس واباء الكنيسة المؤمنين الاوائل اول اول الاطفا الاولى زي احنا نقول الاطفا الاولى من المؤمنين الاوائل كيف رأوا يسوع النسيح شفنا انه رأوه كرب وبرهان على كده انه كتبوا له ترانيم وتسبيح البرهان التاني انه هو كرب انه كانت ترفع له ومن خلاله الصلوات البرهان التالت هنا انه كان المؤمنين الاوائل يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح كولين ابان دانيم بجيسوس يعني ايه كولين ابان دانيم بجيسوس اليهود كانوا يدعونا باسم يهوى واول من ابتدأ يدعو باسم الرب كان هو ابن ادم شيث ابتدأ يدعو باسم الرب يعني ايه ابتدأ يدعو باسم الرب يعني 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 ابتدأ يدعو باسم الرب من يدعو باسم الرب ان يعلن ايمانه الاعلان الايمان او الدعوة باسم الرب هي اعلان ايمان اعلان ثقة هي اتكال على اسم الرب انه 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 ليس الاوثان وليس الاصنام وليس الهة اخرى لكن فقط اسم الرب فقط ننتمي للرب يسوع يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح أي يعلنوا انتمائهم وثقتهم وسجودهم وعبادتهم واتكلهم على شخص رب يسوع ده معنى يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى بيوصفهم الكتاب زي ما قلت حضرتكم بأنهم يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح وما زلنا لحد النهاردة جماعة المؤمنين هم الجماعة التي تدعو باسم الرب يسوع ليس هناك اسم آخر قد أعطي بين الناس بي ينبغي أن نخلص لكن اسم يسوع المسيح فقط هو من له الاسم هو يسوع المسيح ربنا ومخلصنا وفادينا هو مصدر إيماننا هو أيضا مصدر رجاءنا الذي به نحيا ونتحرك ونوجد يسوع المسيح الكل في الكل الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء يسوع المسيح بالنسبة للمؤمنين الأوائل كان كده وبالنسبة للمؤمنين النهاردة أيضا حقيقيين هو كده ما فيش حد تاني مع يسوع المسيح ما فيش حد تاني مع يسوع المسيح والمؤمن الحقيقي لا يدعو إلا باسم يسوع المسيح لا يدعو باسم قديس ولا يدعو باسم شهيد ولا يدعو باسم فلان ولا فلاني المؤمن الحقيقي يدعو فقط باسم يسوع المسيح ويعلم أنه يسوع المسيح وحده هو الرب الممجد شفتوا إزاي الكنيسة الأولى كانت تؤمن أن يسوع المسيح هو رب اتبنت على الإيمان بأن يسوع المسيح هو رب أسست على هذه السقرة أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي خليني في عجالة أخذ النقطة الرابعة البرهان الرابعة يعمدون على اسم يسوع المسيح المعمودية هي إعلان ظاهري لبركة داخلية أنا أمنت بالمسيح يسوع قبلت يسوع المسيح فكيف أعلن خارجيا أن يسوع المسيح هو ربي ومخلصي أنا أمنت أن يسوع المسيح مات من أجل خطايا وأمنت أن يسوع المسيح قام من أجل تبريري فكيف أعلن للآخرين علنا أنني فعلا أؤمن بموت يسوع المسيح وبقيامته المعمودية كانت هي الإعلان المعمودية كانت هي الإعلان عش كده لما نقرأ في أعمال الرسل وأول وعزة أول عزة قدمها بوليس الرسول يوم الخمسين يقول الكتاب فلما سامعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبوترس ولسائل الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة فقال لهم بوترس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح الكدس يعتمدوا على مين؟ على اسم يسوع المسيح لإيه؟ عشان تغفر خطاياكم هي غفرت خطاياهم بالإيمان لكن الإعلان دوا هو إعلان مهم جدا إعلان مهم يسوع المسيح هو رب هو رب الكنيسة أسست على هذا الإيمان ربوبية يسوع المسيح ما يجيش واحد جاهل النهاردة يقول لي أصله المسيح أؤمن به رب متأخر أو مع قرار مجمع نقيم يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد ربي بارككم ونلتقي في حلقة جديدة